الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين ثم أما بعد مستمعي الكرام في كل مكان أعزاء الطلبة والطالبات أهلا بكم جميعا ومرحبا في مادة جد مهمة إنها مادة أصول الدعوة رقم واحد وهي مادة ضمن المواد التي تدرس في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية إن هذا المقرر يحتاج إليه الطالب والباحث والداعية على حد سواء كيف لا وهو يدور في فلك الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله المقصود من ورائها نشر دين الله عز وجل في الآفاق أعزاء الطلاب نجعل هذا المقرر وفق وحدات متعددة الوحدة الأولى تتعلق بعلم الدعوة وبيان تعريفه وأهميته وفضله والوقوف على أهداف دراسته إن هذه الأشياء ضرورة للطالب كما أقول حيث نربط الطالب بالمفاهيم المتعددة بالدعوة لينشأ تنشئة علمية دعوية سليمة الدرس الأول يتناول أهمية الدعوة إلى الله عز وجل إذ إن بيان الأهمية يقف بالطالب على قيمة ما يدرسه من معاني ومعلومات إن مقام الدعوة في الإسلام عظيم وهذا هو بداية القول في ذلك إذ إن الدعوة إلى الله عز وجل أساس لانتشاره في الأفاق وركن من أهم أركان قيامه إلى قيم الساعة فلولا الدعوة إلى الله عز وجل ما قام دين ولانتشر إسلام ولولا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مهتدى عبد ولما عبد الله عز وجل عابد ولما دعا إلى الله داع إذ إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وسيلة اتصال العباد بربهم وتعريف الناس بربهم فبالدعوة إلى الله يعبد الله وحده ويهتدي الناس فيتعلمون أمور دينهم من توحيد ربهم وعبادته وأحكام هذا الدين من حلال وحرام ويتعلمون حدود الله عز وجل إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حركة تلقائية عفوية ليست مجرد وعظ للناس وتذكير بفضائل الإسلام وآدابه فحسب بل إنها مادة أساسية مارسها كثير من الدعاة في عصورها المختلفة وبذلك عرف الناس ربهم وأدوا إلى الله دورهم يقول الحق تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله التسبيح هو بداية الطريق وهو الموصل إلى رب القوة والقدر سنتعرف أعزاء الطلاب من خلال هذا الدرس على النقاط التالية النقطة الأولى أهمية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى النقطة الثانية سنقف بك عزيزي الطالب على بيان فضل الدعوة إلى الله والنقطة الأخيرة في هذا الدرس سنقف بك على أهداف دراسة هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا المقرر وهذا ما ستحمله العناصر التالية ترجمة نانسي قنقر